موسيقى ثلاثة ملايين مريض بداء السكر بالجزائر معرضون لأخطار صحية كبيرة في حال سيامهم دون استشارة الأطباء خاصة المرضى الذين يستعملون الأنسولين كي نصوم ومن ديش الأنسولين هرا هي تاكل فيا من الداخل أني حتى موش حبي يقول إذا الكيلة تاعي هرا عندي فرصة عشر سنين من بعد بهي فقدو الوظيفة التحهم أراني كي نصوم ومن دي الأنسولين أراني ناكل هذوك العشر سنين يعني ندخل في تحطيم الكيلة تاعي في أقرب وقت المصاب بداء السكر ولدى صيامه مطالب بمراقبة يومية لنسبة السكر في دمه المريض المرخص له بصيام ملزم على مراعاة نصائح طبية خاصة تمكنه من الصيام مع الحفاظ على صحته أنا ننصح أخواننا المرضى بالسكر إذا حبي يصوم لازم يصوم ولكن بطريقة علمية هذه الطريقة علمية لازم يتبع أولا أخذ الدوان تاعه بانتظام إذا كان يأخذ الإنسولين ستو إذا كان الإنسولين بازال بانتظام كذلك قياز السكر ثلاثة مرات في الصباح وظهر وقبل الإفطار وكذلك شرب كمية كبيرة من الماء وأن يكون الوجبة الغذائية هي وجبة صحية الوجبة الغذائية التي ينصح بها الأطباء جميع المصابين بالسكر في رمضان تكون بالإفطار على تمرتين ثم تنول صحن من الخضروات الخضراء لاحتوائها على الجذور الحرة المساعدة على دخول الأنسولين إلى الخلايا بعده التحلية بفواكه غنية بالمياه استشر طبيبك قبل الصيام لحماية جسدك من الأسقام مقولة على مرضى السكر تطبيقها حفاظا على صحتهم اشتركوا في القناة